بس إذا تسمح لي نقطتين أتكلم بها أولا للإيضاح أنه الآن الأستاذ الدكتور المحترم أولا الفصائل الأخوة في المقاومة الإسلامية لا تتبع إلى رئيس الوزراء ولا إلى حكومته هذه فصائل منفصلة ألم تتبع؟ أنه تابعة إلى السيدة محمد لم تتبع إلى أحد لم تتبع إلى حكومة السيد محمد الشاعر السوداني قبل فترة عندما ضربوا القواعد الأمريكية أصدرت الحكومة أن هذا إرهاب عبرت عنه بالإرهاب فهذا دليل على أن الأخوة في المقاومة الإسلامية غير تابعين إلى حكومة السيد محمد الشاعر السوداني ثانيا هناك فرق شاسع وكبير بين الحشد وبين المقاومة الإسلامية الحشد نعم تابع إلى القيادة القوات إلى القادة العام للقوات المسلحة هذه نقطة رئيسية وجوهرية يجب أن تميز بالموضوع تابع إلى القوات المسلحة تابع إلى القوات المسلحة